موسيقى للسلام ضد الإرهاب فبالتالي أكيد كان مهم جدا نكون معنا هذا اللقاء مع السيد أرتورو السفير الأسباني بمصر طبعا في البداية برحب بي وعايز أسأله عن انتباعات وعن العلاقات ما بين مصر وأسباني أحب أقول أن بتربط نوع ما بين مصر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة علاقة تقارب وعلاقة ود شديد جدا وده بيساهم في أن بين بعضها تكون في علاقات سياسية طيبة جدا وعلاقات على المستوى الممتاز وبالنسبة للجنب الاقتصادي فيه بيننا بعض علاقات ومشاريع ممتدة لكن في سبيلنا لتحصينها وتطورها بشكل أفضل في الميزة اختار النادي الأهلي بطل أسبانيا أو أحد أبطال أسبانيا وهو فريق أتلتك مدري بداية أحب أقول أن دي مبادرة طيبة جدا وأنا بالنسبة لي أنا من عشاك كرة القدم وفي شبابي كنت بالعب بمارس هذه اللعبة وأنا شايف أن مبادرة إقامة مباراة ما بين الأهلي بطل مصر وفريق أتلتك مدريد واحد من أبطال أو مقمم الكرة الأسبانية وأوروبية والعالم دي مبادرة طيبة جدا خصوصا أن الهدف منها هدف خيري وهدف نبيل هو جمع تبرعات لضحايا الإرهاب والهجمات التي تعرضت لها مصر في الأخير من خلال مباراة كرة القدم ومباراة كبيرة زادية ما بين الأهلي وأتلتك مدريد ممكن تقضي على فكرة التطرف اللي ممكن يكون متواجد في بعض الأحيان أنا شايف أن رياضة كرة القدم بما أنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم وهي تعتبر اللعبة الملك متوج على عرش العالم ممكن أنها من خلالها نوجه رسائل مهمة جدا في العالم من كلها تأثير قوي هل تدخل سفير أسباني للتنظيم أو التنصيق لتنظيم هذه المباراة؟ بناقض أيدنا ودعمنا المبادرة بمجرد علمنا بها فنقدم لها كل الدعم وسيكون هناك حضور قوي ومهم من الجانب الجانب الأسبانية ومن الجانب السفارة في هذه المباراة تشجيعها ماذا يريد أن يقول للمواطنين الأسباني عن مصر وهل سيبقى في فعلا دعوات لحضور هذه المباراة من السفارة الأسبانية وخصوصا أنها كده ستبقى مباراة مهمة بالأهل وقتلتكم كلمة لأنه هو الجهة أنه سأدعو الجالية الأسبانية في مصر أنها تحضر هذا الحدث المهم ورغم أنه سيقوم على أستاذ بورك العرب في اسكندرية وده سيكلفه من تقديم القاهرة الاسكندرية لأنه سأدعوهم لقضاء وقت مهم في اسكندرية لأنه حدث مرياضي مهم ومهم أنهم يتبعون ماذا يعرف عن نادي الأهلي وانتبعاته وإيه عن نادي الأهلي خصوصا نادي الأهلي أيضا لعب أندي أسبانية كتير لعبنا برشلونة لعبنا ريال مادريد كسبناها برشورة خسرنا منه فانتبعاته عن نادي الأهلي بمجرد وصولي لمصر لتولي البعثة سألت عن أهم نادي كرة قدم في مصر فقالوا لي أن النادي الأهلي هو مثل مصر هو بالفعل له شعبية كبيرة جدا تضاهي شعبات ريال مادريد في أوروبا وبالفعل الأهلي أختير النادي القارن بالنسبة لقارنة أفريقيا والنادي ريال مادريد أختير النادي القارن بالنسبة لأوروبا وده يؤكد أهمية النادي الأهلي ومكانته اللي بيتشعب ويتابعوه مشاجعين كتير جدا جدا على مستوى مصر وصول العالم أنا في النهاية أحب أوجه أطيب طبنياتي بالتوفيق لمنتخب مصر في كاس العالم وأنا متأكد أن وجود لاعب دولي بمكانة مهمة زي محمد صلاح بالعرف في ليفربول ممكن يعمل فرق وممكن يساعد مصر